في فقرتنا الأسبوعية في صباح الخير لمصر عندنا فقرة أسبوعية كده نتكلم فيها عن تربية ابنائنا النهاردة هنقش موضوع مهم جدا نقول الأباء والأمهات وهو تأثير السوشيال ميديا بالسلم على أولادنا أيها مخاطر السوشيال ميديا على أولادنا أيها العواقب اللي ممكن تسببها مواقع التواصل الاجتماعي على تصرفات أولادنا هل هذه المواقع بتأثر على عقول الأطفال والمراهقين هل نمنعها منها لحنا كمان كأباء وأمهات لما هم أولادنا شايفيننا قاعدين على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي 24 ساعة إزاي نقدر نتكلم معهم في أن هم يقللوا كل هذه الأسئلة هي جاوبنا عليها دكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل السلوك صباح الخير عليك الدكتور صباح الخير أهلا بحضرتك عايزين في البداية نتكلم عن تأثير السوشيال ميديا بكل التأكيد ليها تأثير كبير جدا وإحنا شايفينه ولمسينه بس عايزين نسرده للناس عشان الناس برضو تلاقي حاجة ملحوظة قدامها تقدر بعد كده تفكر أن هي لازم تاخد خطوة في تعديل أبناء السلوك من خلال أنهم يقللوا دخولهم على موقع التواصل الاجتماعي كان فيه طبيب ألمانية كان بتقول اللي احنا بيحتاج غسيل معدى لما ناكل واجبات فاسدة برضو احنا بيحتاج غسيل عودة وأولادنا لما بيلتهموا أفكار فاسدة أفكار فاسدة دي ليها نوعين نقدر نقول السوشيال ميديا أول أنا أبص على أي شاشة هي سميتها بحاجة اسمها توحد تلفزيون الشخص اللي بيقض أكتب من 32 ساعة أسبوعيا على أي شاشة فهو شخص متوحد للتلفزيون أو متوحد موبايل فالموضوع متوقف على حاجتين لو احنا بيتكلم على الأطفال أو مرهقين عدد ساعات المشاهدة ونوعية الحاجات اللي بيشاهدوها اللي أكلمين الأمريكية لطب الأطفال كانوا بتنصح أن الأطفال لحد ثلاث سنين تبدأ تتفرج على الشاشات دي سواء كان فيديو جيم سوشيال ميديا أي أن تكون أي شاشة معروض قدامه من أول ثلاث سنين وده مش منطقي في حياتنا دلوقتي وبيقولوا لو كان غزبا عننا فلا تتعدى الساعة ونص إلى الساعتين يوميا يوميا ما زلوا ما زلوا زي السؤال دلوقتي إيه أضرار؟ يعني ابني خلاص خليني منطقيين بتفرجوا على الموبايل أو التلفزيون لحد ثلاث سنين فيه خطورة كبيرة جدا إيه بقى؟ مدد الميلوتونين اللي خاصة بالنوم تتقاض عندها حساسية من الضوء الأزأ بتاع الموبايل أو التلفزيون فيسبب حاجة اسمها أرق فالأرق بعد كده بيؤدي إلى اضطرابات قبل النوم واحد بيبقى عصبي متنرفز ودي الحالات التفسير كتير جدا حتى الأطفال المراقين اللي بيجي لهم دايما نعوبات غضب عشان خاطر مش المخ مش عالف يرتاح فبيناء معدد ساعات وليل طيب دي أول حاجة تاني حاجة فيه مسارات عصبية بتنمو لحد سنة ثلاث سنين خاصة بإيه؟ التركيز الانتباه قوة الملاحظة مهارات الحفظ اللي هو المهارات اللغوية إذا لم تنمو في السن ده احنا بنتطلع بقى إيه ده ابني اتأخر ليه في النطق ابني ادراكه غريب شوية مش مركز مش بينتمه لما حد بيناديله عشان بقى عنده تشتيد انتباه لأي مدى خارج التلفزيون فانا كده أسرت على حتى مراحل النطق والإدراك وتنمية المهارات وممكن نوصل لدرجة التخاطب الهايبر اكتف اللي احنا واخدين بنا منه جدا الأطفال بنا نقول زمان كان قشقية بس دلوقتي الشقاوة بقى فيه حركة زيادة عشان حضرتك قاعد سلبي جدا قدام تلفزيون فبيسبق حركة زيادة فرط حركة؟ هما بيقولوا انه هو ممكن يسبب فرط حركة من النوع الأول لو قاعد قدام التلفزيون بس حتى لو ما سببتش فرط حركة يسبب هايبر اكتف فهيبقى عنده مشكلة في التحصيل الدراسي هيبقى عنده مشكلة حتى الأطفال الخجولين شوية يعني احنا ممكن الموضوع يكون وراسي شوية فاطلع لبابا أماما يكون خجول شوية مكتر مشاهدي التلفزيون بوصل مننا خجول إلى حاجة اسمها متلازمة على العالم الافتراضي اننا رافض العالم الخارجي وعايش بقى في سوشيال بيدي عام العالم خاص به هو افتراضي مش موجود لحد ما بتوصل حاجة اسمها الاطرابة مسترعة بقى وده اللي احنا منستغرب لها جدا بالسانبقة المنطقية يعني حد يستنى اكاونت فيت مثلا يقول يقلت حد يقول هذه الشخصية عشان هو يلفت انتباه او يقول اللي هو مصاب مرض سرطان او غيره عشان يجذب انتباه الاخرين ده اسمه رطرابة مستنع اللي المرحلة قبله متلازمة العالم الافتراضي اللي هي قبله احنا كنا بنشوف الحاجات دي يا دكتور ونستغرب نقول معقول حد يدعي على نفسه عنده سرطان عشان يجذب انتباه الناس ويخلي الناس للتف حاوله وتسأل عليه وتتعاطف معاه اه طبعا هقولك ليه ايه الشخصات اللي بتعمل كده الشخصات اللي بتعمل كده اللي بتبدأ جوه البيت مش حاسة باهتمام قد يكون الاب والام غزبر عنه مهتم بحد اصغر او اكبر او مهتم ان يوفر له على الاقل حتى ظروف معيشية كويسة فمش مركز معه قوي مظبوط فهو يبدأ يحس اللي هو عايز يجذب انتباه فممكن يعمل حاجة اسمها كذب اللي هو تنتباه هو عارف اللي انت اللي انت هتعرف اللي هو كذب بس عشان يرفي تنتباهك او كذب الانتقامي لو حاسل اخوه احسن منه وانت دايما الناس بتمدح في اخوه فيبدأ ينتقم من اخوه ويبدأ يجذب في اي حاجة اللي بيتزود قوي الحتة دي انه هو اللي بنعاد قدام التليميزيون فترات طويلة فاحنا بنساعده جدا في الحاجة اسمها التأثير الوهم السلبي انه هو يبدأ يفكر في الحتة دي طب ما فيش اهتمام فعيش في متلازمة علامة الفترات دي وحط حتى حاجات مقالات على سوشال ميديا او الحاجات دي وابدأ اتخيلها او ابدأ انصاع للجماعة اللي تتنمر علي عشان برضو احس اللي نلاقي كان وبتنتهي دي احنا بالكامل معلي دكتور حنستك قلبنا مع حضرتك يعني مستمر بس كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت الاباء والامهات عن مخاطر سوشال ميديا على الاطفال ازاي بيتصرفوا مع اولادهم اللي بيستخدموا السوشال ميديا بجكل سلبي خلينا نشوف الناس سألت ايه ونرجع نكمل كلامه السوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي عالم كبير جدا بقى موازي العالم اللي احنا عاشين فيه يدرى الامهات بيتعاملوا ازاي مع فكرة التواصل الاجتماعي وسائل السوشال ميديا مع الاطفال يدرى بيتعاملوا معهم ازاي بفكرة تقنين الوقت يدرى بيقدروا يحافظوا عليهم مع اطفالها تعالوا نشوف يتعاملوا سامع اطفالهم يلا بينا في البداية يحليك عايز تقول لي اولاد حضرتك قد ايه وولاد ولا بنات عندي ولد عشرين سنة وبنت سبعتاشر والولد الاخير اتناشر سنة تعريبا اولا اعدادي وتانية تجارة سنة معي واحد وعشرين سنة وثمانتاشر وخمستاشر هل شايفة ان السوشال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تكون لها خطورة عليهم لا اهو التليفون اصلا مش حلو كله والله الموضوع مؤثر علينا كتير يعني مؤثر علينا جامد لان طبعا انت لو غفلت عنهم شوية ما بيصدقوا يعني ممكن يبقى الولد قاعد يؤهمك انه بيذاكر وطبعا بقى موضوع الالاين بقى انصيبة كبيرة بالنسبة لنا فما انتش عارف هو بيذاكر ولا قاعد بيلعم والله هو بياخد دلوقت كله بتاع الاطفال يعني بيسرقهم من معنى صح من الدراسة وبنيسرقهم من حياتهم من العملية والعلمية انا نفسي يمنعهم المصر اصلا يمنعوه خالص خالص هل هم بيعودوها دي ازاي بتقدر يتحكمي في الحاجات اللي هم بتفرجوا عليها ممكن تبعها حاجات مشكويسة حاجات سلبية بتحكمي في ده ازاي ولا بتقدريش تعملي ده بتحكم فيها بمتابعيهم لا انا الصراحة باخد الموبايلات منهم وبحدد لهم ساعتين في اليوم اللي بيعمل واجبه بخليه مسك الموبايل مش بيعمل مبادولش الموبايل يعني بحاول دايما نشوفها دخلت علي ايه وإيه ده حاجات اللي دخلت عليها وامسك موبايلها وبص علي كشير هي وكلو الاطفال اكيد فيها خطر عليهم في خطر كبير كمان حتى اعكست ان احنا نخليها عدد ساعات معينة ونقنن الوقت والكلام ده كله لا طبعا مش صح لازم كمان ابقى عندي خبرة ان انا مسلا حط ابليكيشن اوصله بتليفون وابقى عارفة ابني بيتفرج على ايه زي ما تبعنا كده دكتور في حاجات كتير جدا حب اسأل حضرتك عليها بس خليه ابدأ من اخر سيدة كانت في هذا التقرير قالت انه حتى يبقى فيه ابليكيشن على تليفونه متوصل عندي اعرف هو دخل ايه او هي بنتي دخلت على ايه شافت ايه عملت ايه هل ده صح صح جدا مش فيه حد ممكن يقول طب انا كده برائب طيب معظم الابليكيشن ده مش بتظهر عندي ابني ان انا بشوفه بس الحاجة دي مهم جدا عشان الحد 11 سنة هو عنده الاستكشاف مهم جدا والفرق من خلاله الواقع مش مدركه فسهل جدا ودخول حتى يعني حتة دي بعد كده دخول البلوغ فممكن يخش على حاجات غير مناسبة سنه فالاستطلاع عمر ما يخلص بس فكت برضه اللي يعرف اللي فيه زوابط وأنا وراك فيه فكت أنا مش برائبك اه فيه خصوصية بس أنا متابعك لأ دي مهم جدا طب انا هعمل ايه لو عمل الكلام ده بر في تليفون حد من زماله في أي مكان بر يعني ده هقدر عمله انا في البيت لو تليفونه احنا قلنا ان احنا هنقدر نخلال المفروض انه الدكتور قال هو مش هيبقى عيرف ان الابليكيشن عندي انا فاهم بس ممكن يمسك موبايل صحب صحب طيب دي بقى دي مهمة في ايه هيك احنا لحد 11 سنة بيكون 80% من القيمة والسلوكيات اكتملت انا مش طول حياتي ابقى وراه بس الفكرة لو انا فتحت جسد التواصل بينه وبينه وبين اصحاب دي رقم واحد رقم اثنين نغمة الازاء النفسي او الازاء البدني انا بزعع او انا بضرب هو انا كده بقى منعه لو امن غلطة هي يقولي الكذب النفعي ان انا دايما بخاف اقول عشان بابا او ماما دايما تعاملتهم قاسية فلاقي في قسوة شديدة جدا فده هيوصل للعند فممكن ابدأ استكشف برا مع صحابي دي حقيقي لو انا بقى عملت العكس وبدأت من دلو كانجو البيت وبدأت حامل مسؤولته خاصة ومسؤولية عامة وفيه حاجة اسمها شكورشيت او سندوق الهداية او ده سن قبل 11 سنة اعتقد ده سن لا انا بحط لو عملت بيهيفير مثلا انا عملت كذا وكذا وكذا ليك اخير اسبوع خروجه انا بتكلم عن فكرة المكافآت مش دايما العاقب فانا كذا ابني ممكن يتعافى اه ممكن يستكش ببرا يشوف اصحابه بس هيرجع مرور الكرام تاني حاجة لوعظ الديني مش اللي هو حرام وحيب لا فكرة ان انا احببه قوي في ربنا فكرة تربية الدينية في السنة ده ده مهم قوي وانه اقرب منه هو كذا كذا احنا مش عايشين في المديرة الفضيلة ممكن يغلط بس الفكرة اللي هو يبدأ مش يخاف مني يخاف على زعلي اه ويرجع تاني واستمداش في الغلط شكرك دي نقطة مهمة جدا يخاف على زعلي ما يخافش مني وحتى لو هنتكلم من المنطلق الديني كمان فكرة ان هو يبقى حابب ان هو يعمل الخير او يعمل الصح اكتر من هو خايف ان هو يغلط طيب انا دلوقتي عرفت ان في حاجة غلط بتحصل في حاجة انا مش حابة ان هو يشوفها دلوقتي اتصرف ازاي من غير ما هو يحس او من غير ما يحس انه ان انا برقبه زي ما كنا منتكلم اتصرف في الموضوع ده ازاي طيب لو احنا منتكلم على سن ما قبل المراقب يعني منتكلم حد عشر سنين المراقب دلوقتي بتبدأ ابادني من 11 سنة انا ببدأ الحاجة الوحيدة اللي في ايدي ان افرجه بشكل غير مباشر على القصص ابدأ احكيله عن القصص وخصوصا عن نطقه تخيله مثلا او انا كان بيحبني قوي فببدأ احكيله حاجات مماثلة بشكل غير مباشر وازاي عرف تتصرف فيه اسهل توصيل معلومة في السن ده الرسومات والقصص والفيديوهات اسهل وسيلة اللي هو يبدأ تحطف على الباطن فيبدأ يفكر هانا كده صحة ولا غلط دون توجيه طيب لو دخلنا مراقب لا لو دخلنا مراقب موضوع مختلف شوية لو دخلنا مراقب محتاجين نقت الوقت الفراغ اللي ممكن يعمل فيه حاجة غلط ده الحل الوحيد اللي في ايدي يعني هو عند 24 ساعة مش غول 12 ساعة او 14 ساعة لازم انا نزله رياضة اوديه حاجة مثلا عنده مهارات لغوية اوديه حاجة في القراءة وكتابة حاجة في الحساب اوديه ماس يعني ابدأ اوديه في حتة لو بيحب الحركة كامس مثلا او معسكرات يقدر يروحها بالضبط يعني اعرف فتاعة الوقت الفراغ هو ده اللي بيخلق عنده افكار تم اجرب تم اعمل ده الحل الوحيد في مراقب بس المراقب فيه حاجة اسمها تمرد تفعولي وتمرد سلبي ده حاجة اسمها السهل الطباعة ده اللي مش هلاقيه كتير لو بيحضروا نعم وفيه صعب الطباعة صعب الطباعة ده بقى لقى ولقى من اجل لقى انا بقى ليه كيان فمحتاجين نقتل وقت الفراغ ونبدأ نخلق الروتين تاني نكسر به الروتين انا عنده وقت فابدأ اجرب اي حاجة غلط صحيح طيب انا عايز ابعد ابني عن الترند الموجود على السوشيال ميديا ازاي اقدر ابعده وانا اصلا قاعد بتابع الترند الموجود فيه حاجة اولادنا دايما القدوة رقم واحد تاني حاجة ببرمجة انا داتي بشوف بابا او ماما عاديين بيعملوا بسوشيال ميديا طوله النهار وعاديين بيعملوا ده وبيقولوا لأ فحاجة مش مقنعة اللي انا حتى هو كده وخلاص ده بالعكس انا كبير بالزبط اه انت انا مش محتاجة ذاكر دلوقتي انت محتاجة تذاكر دلوقتي انا دايما اقولك حاجة انا دايما اقولك بحاجة معاكسة دايما هم يذاكروا بنقول طب الاهلي يعني يحاولوا مثلا جنبه قارة كتاب بعيد عنه ان انا بحب الكتاب قوي مجيش تفارج على تلفزيون او اخرج واسيبه كده فيبدأ يحس طب انا مش طائق مذاكرة فيبدأ يحس اللي بعمل حاجة معاكسة فانا لازم اكون قدوة ليه في حتة دي في الالتزام اه طبعا انا عند الالتزام طيب انا دلوقتي ام او ابو اب وانا بتفارج على حضرتك كده انا مكنتش بغدى بايلي ان ابني فعلا بيقعد وقت طويل مثلا قدام اي سكوين ان كانت تلفزيون او سوشيال ميديا اي مكان وبتايت قدرك دلوقتي انه اقف فعلا بيقعد كتير وانا كنت سامحة بدا ومكنتش حاسة بأضراره ومخاطره ازاي اقدر اسحابه بقى تاني بالراحة لان ده خلاص بقى روتين انا دايما بيقول فكرة الاعتدال لو احنا احنا اللي عملنا كلفة اللبن عشان نكون منطقين يعني ابني بيزن انا هو صغير بيزن اقعد دامة رفزيون فيبدأ ايه ده خالص فابني يخد على ده فلو سحبت ده منعت منعت ده مش قللت بيبدأ يحس انت ليه بتعملي كده فلو كان سن صغير حتى 8 سنين انت عندك نقوبات غضب 3 حالات هيبدأ يجوله ده انا كمان عفوا ما اقدرش امنع حتى دلوقتي في بعض بيبعاثوا البعض مذكرات بيبعاثوا البعض دروس المدرسين بيتواصلوا مع الطلبة عن طريق الواتساب فلو جيت خدت منه التليفون هيقولي ما المدرس بيكلمني على التليفون او بيبعاث لي حاجة على الواتساب واحنا فكرة سوشيال ميديا او الحاجات دي كلها كل حاجة لعددال فيها صحة فانا مش قدر امنع زي ما انت قلت انا فكرة ممكن اقلل ممكن اقل عدد الساعات ان هو بيبدأ يعمل طيب لازم ازاي اقللها طيب ما هو عنده وقت فراغ تاني شحية طيب ايه كبار او شكل غير مباشر انا لازم اوجده بديل البديل ده سواء كانت رياضة او كانت العاب بديلة يعني من الكلام لحد 11 سنة في حاجة اسمها برينجام برينجام دي حاجات تمنانية للموق للموقع للموقع الحفز والتركيز والانتباه مهمة جدا فما افسده اللي هو بيقعد فترات طويلة قدام الشاشة الزرقى دي ممكن يبدأ يعيد بقى تاني يزود تركيزه مرحلة المراقة انا ببدأ انازله انشطة بس ملاش اراقة ممكن برينجام بس ببدأ اعمله مثلا محام اضافية محام الاضافية دي يبدأ يروأ حاجات معينة يبدأ يزاكر حاجات كانت عليه حاجات دي مهمة جدا بالسن الصغير ده ممكن اوجده ببديل مثلا حاجات برينجام بس الفكرة مش في المنع فكرة في تقليل عدد الساعات مع خل حاجة جديدة يبدأ يعمله اي واحدك زي ما قلت دكتور الحياة الاعتدال في كل شيء حل وحتى مش بس لولادنا احنا شخصيا احيانا من غير ما بنحس بتلاقي نفسنا عادنا كتير جدا قدام الشاشات وقدام السوشيال ميديا بنتابع طبعا لطيف جدا نحن نبقى دايما مطلعين عن اللي بيحصل حوالينا لكن فعلا احيانا بنلاقي نفسنا مثلا مسكين التليفون الساعة 9 فجأة 17 نص ومعرفش ايه اللي حصل لا طلعنا بمعلومة جديدة ولا استفدنا بحاجة كل احنا بنشوفه فعلا حاجات مش هنقول حتى لا هتضر ولا هتنفع لا حاجات بجد بالضر فزي ما الدكتور لخص الموضوع كله لا اعتدال حلو مش معنى ان احنا اولادنا بيزنوا ان احنا نديهم التليفون او نعادل قدام الموبايل او شاشات الموبايل مش معنى ان هم مش رادين يأكلوا ان احنا نعمل ده مرة تانية زي ما دكتور نور اسامة قال نحاول دايما نلاقي بديل نشكر حضرك طبعا جزيل شكر دكتور نور اسامة استشاري نفسي وتعديل سلوك نورتنا في سبع رقم مصر شكرا ليك فان